اهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في جمل دايما لما نحس بالزم بنقولها مثلا نقول انا دايما بتصرف غلط يا رتني قلت كذا وما قلتش كذا يا خبر ده شكلي بقى وحش قدام فلان او علان الجمل دي حتلاقي نفسك بتعاني منها في نفس الوقت اللي بتحس فيه بالزم بتحرف من نفسك من الاستمتاع بحياتك في واحدة في الكتاب المقدس كانت دايما تسيء التصرف بدرجة انها تجوزت اربع مرات وفي المرة الاخيرة عاشت مع راجل مش جوزها وده خلاها تحس بالزم وشعورها ده خلاها تتحاشى انها تتقابل مع الناس بدرجة انها كانت تروح تجيب المية في عز الظهر عشان محدش يشوفها وفي يوم رايحة للبير لقيت هناك المسيح اللي كل شعب اسرائيل منتظرين مجيئه وبعد ما تكلم معاها راح شعورها بالزم وراحت تنشر الخبر لكل جرانها انها لقيت المسيح اللي هو المسيح عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة لو ده حال شعورك بالزم مش شرط يكون علاقة خارج اطار الزواج زي السامرية او ممكن اتصرفت تصرف خلاكي تشعوري ان صورتك اتهزت في عين الناس يعني اقولك تعالي ببساطة واعترفي للمسيح زي ما عملت السامرية وصدقيني بمجرد ما تقولي اللي في قلبك للمسيح وتعرضي عليه مشكلتك هترتاحي جدا هو الوحيد اللي مش هيدينك مع انه هو الديان زي ما حصل للمرأة التي امسكت في ذات الفعل قال لها وانا لا ادينك ايضا اذهبي ولا تخطئي عارفك كتاب بيقول ايه كتاب المقدس بيقول كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا وضع اثم على المسيح اثم جميعنا يعني قطايا جميعنا ده في اشعية 53 المسيح حمل دينونتك على جسده في الصليب الانجيل بيقدم لك خبر مفرح في حالة اعترافك بزنوبك للمسيح هيكون مفيش دينونة عليك الكتاب بيقول لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لان نموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من نموس الخطيئة والموت عزيز المشاهد عزيزات المشاهدة المسيح هو الحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر